أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سورة الصافات هي سورة مكية وذلك بإجماع المفسرين أنها سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وموضوع سورة الصافات وسميت سورة الصافات بهذا الاسم لأنه ورد فيها والصافات صفاء وورد في آخرها وإنا لنحن الصافون والمقصود بالصافات الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام فإذن هي سورة مكية وسميت بهذا الاسم لأنه ورد فيها حديث عن الصافات وهم الملائكة رضي الله عنه أو عليهم الصلاة والسلام موضوع سورة الصافات ليس بعيدا عن موضوع سورة ياسين وهي بيان أصول التوحيد والعقيدة تتحدث عن العقيدة تتحدث عن إثبات الرسالة تتحدث عن إثبات الوحي تتحدث عن إثبات البعث والجزاء ولذلك نحن نقول أصول العقيدة تتحدث عن إثبات النبوة والبعث والقرآن الكريم وما يتعلق به وهو الوحي هذا هو موضوع سورة الصافات ورد في فضائل سورة الصافات بعض الأحاديث بعضها يعني مقبول وبعضها ضعيف وهذا شأن كثير من الأحاديث التي وردت في فضائل السور هناك بعض الزنادقة الذين وضعوا أحاديث أرادوا منها كما يزعمون أنهم يحببون الناس في القرآن كما قال ابن أبي مريم يقول رأيت الناس قد انجرفوا إلى سير بن إسحاق واهتموا بالسير وتركوا القرآن الكريم فوضعت أحاديث في فضائل السور من قرأ سورة كذا فلاه سبعين ألف مدريش ولاه مدريش يعني كلام سواليف ولذلك يعني هذا الحديث موضوع حديث ابن أبي مريم وفي كل سورة من قرأ سورة كذا من قرأ سورة كذا من قرأ سورة كذا فهو باطل وموضوع ولا يلتفت إليه لكن هناك أحاديث وردت في فضائل بعض السور أحاديث صحيحة فليست كل ما ورد في الفضائل يعني مردود يقول الله سبحانه وتعالى والصافات صفا المقطع الأول يتحدث عن إعلان وحدانية الله تعالى ولاحظوا هذا الموضوع يا أخوان كيف يتكرر يتكرر في القرآن الكريم يكاد يكون نصف القرآن الكريم إن لم يكن أكثر يتحدث عن التوحيد وعن إثبات البعث وعن إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو ركيزة إيمان الإنسان ركيزة إيمان الإنسان لا يدخل في إيمان الإنسان ولا في عقيدته شرك ولا شبهة لذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد على وحدانيته واستحقاقه وحدة للعبادة فيقول هنا والصافات صفا وهذا قسم وأسلوب القسم يكثر في السورة المكية لماذا؟ لأن القسم في اللغة المقصود به التأكيد هذا أسلوب في العراء صحيح؟ عندما تتحدث مع شخص عن موضوع عادي يعني لا طبيعي تريد أنك تخبر بخبر فتقول مثلا اليوم سوف ندرس سورة الصفات فتخبره بهذا الطريقة تقول اليوم سوف ندرس سورة الصفات هو خالي الذهن من الموضوع فانتهى الموضوع لا يحتاج أنك تؤكد بأي طريقة لكن تأتي عند شخص متشكك في الموضوع يعني ينفي أن اليوم عندنا تفسير سورة الصفات فتقول له والله اليوم عندنا تفسير سورة الصفات طيب لماذا تقسم؟ لأنه هو متشكك فإذا كان شديد الإنكار لهذا الموضوع فإنك تؤكد القسم تؤكده إما بتنوين أو تؤكده بالتشديد كما قال لا يمسن الذين كفروا فيأتي بنون التوكيد الثقيلة فهذا أسلوب العرب فعندما يأتي القرآن الكريم في العهد المكي ويؤكد بالقسم لأنهم يجحدون وينكرون يكذبون فيقول والصفات صفا فيقسم بالملائكة التي تصف صفوفا والنبي صلى الله عليه وسلم عندما التفت إلى الصحابة رضي الله عنهم يوما في الصلاة فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة بين يدي ربها فقال وكيف تصف يا رسول الله قال يصفون صفوفا صفوفا مستقيمة أو نحو ذلك فنحن في صفوفنا للصلاة نحن نفعل كما تفعل الملائكة عليه السلام بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم يقول والزاجرات زجرا وهم الملائكة أيضا والتاليات ذكرى أيضا هم الملائكة فئات من الملائكة فأقسم الله تعالى هنا بطوائف من مخلوقاته والمفسرون عندهم خلاف فيها فجمهور السلف على أنها أصناف من الملائكة يتصفون بصفات ثلاث فهم الملائكة الذين يتمون صفوفهم للعباد ويصفون أجنحتهم أيضا انتظارا لأوامر الله سبحانه وتعالى وأيضا الملائكة التي تسوق السحاب وتحركه وقال فالزاجرات زجرا هناك صنف من الملائكة تسجر السحاب فيتحرك بأمر الله سبحانه وتعالى قال والتاليات ذكرى الملائكة تتلو القرآن وتذكر ربها وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالصفات نفوس الغزاة تصف في سبيل الله لكن الصحيح أنها هو هذا المعنى أن الملائكة التي تصف بين يدي الله سبحانه وتعالى هي المقصودة في هذه الآية بدليل أنه يقول في آخر السورة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون فهذا من تفسير القرآن بالقرآن ثم يقول الله سبحانه وتعالى في جواب القسم دائما القسم له أداة قسم والصفات صفة الواو ومقسم به الصفات صفة هنا الزاجرات زجرا التاليات ذكرى المقسم عليه اللي هو جواب القسم إن إلهكم لواحد فالله يقسم بهذه الملائكة أو بهؤلاء الملائكة يقسم بهم على أنه واحد على وحدى نيته وهذا من التأكيد الشديد على إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له في ملكه ثم يصف نفسه سبحانه وتعالى فيقول رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق أي أن الله سبحانه وتعالى الذي يستحق الألوهية وحده هو أيضا رب السماوات والأرض وما بينهما وهذا يتكرر كثيرا في القرآن يا أخواني وهو الاستشهاد بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية يعني يقول أنا اللي خلقتكم ورزقتكم ألست أولى بالعبادة بلى الذي خلق ورزق وأحيا وأمات هو الذي يستحق أن يفرد بالعباد هذا بالعقل أما أخلقكم وتعبدون غيري وأرزقكم وتشكرون سواي هذا الشرك فالله سبحانه وتعالى دائما في القرآن الكريم يستشهد يذكر يقول أنا خلقتكم ورزقتكم أنزلت عليكم المطر وأنبت لكم النبات فأنا أستحق العبادة وتوحيد العبادة فالله يقول هنا إن إلهكم لواحد توحيد الألوهية رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق هذا توحيد الربوبية مدام هو الذي خلق فهو الذي يستحق العبادة ثم يقول الله سبحانه وتعالى هنا وطبعا قد يقول قال رب المشارق لماذا ذكر رب المشارق ولم يقل المغارب كما قال في سورة أخرى رب المشارق والمغارب فيقول العلماء ذكر أحدهما فاستغنى عن ذكر الآخر عندما يقول رب المشارق خلاص مدام في مشارق أكيد في مغارب فاستغنى بذكر أحده معنى الآخر واللغة العربية البلاغة فيها هي في الإيجاز الإيجاز هو البلاغة في اللغة العربية وقال في آية أخرى المشرق رب المشرقين ورب المغربين ليس كذلك وقال رب المشرق والمغرب وردت في القرآن ثلاثة المشرق والمغرب المشرقين والمغربين المشارق والمغارب فالعلماء يقولون المشرق والمغرب جنس المشرق وجنس المغرب المشرقين والمغربين قالوا الشمس لها مشرق في الشتاء ولها مشرق في الصيف ولها مغرب في الشتاء ومغرب في الصيف فسميت مغربين ومشرقين وإن قلنا المشارق والمغارب فكذلك تتعدد بل كل يوم يختلف عن اليوم الذي قبله في مشرق الشمس ومغربها في درجته طيلة السنة فأيضا هي كلها صحيحة وليس بينها تعارض ثم بين الله سبحانه وتعالى شيئا من مظاهر ربوبيته فقال الله سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب هذه السماوات أيها الإخوة فيها من دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى ما لا يحصيه إلا الله العرب الذين خوطبوا بهذه الآيات يعرفون من دلائل قدرة الله في هذه السماء يرون النجوم ويرون الشمس ويرون القمر ويرون المطر إذا نزل عليهم والسحاب وقد ذكره الله لهم لكن هناك أشياء عرفناها نحن وما كانوا يعرفوناهم الآن هل أحد منكم شاف بعض هذه الأفلام الوثائقية التي تشرح هذه النجوم في السماء هل تلاحظون اليوم كيف كل سنة أو أقل من ذلك اكتشاف مجرة جديدة اكتشاف مجموعة شمسية جديدة اكتشاف نجم جديد أليس كذلك نعم نعم هذا كلام الشيخ نعم صحيح معروف فالشاهد أن من أعظم ما يمتن الله به على خلق هذه السماء والله سبحانه وتعالى يذكر أنه خلق هذه النجوم زينة مما خلقها له أنها زينة فقال إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وفي قراءة بزينة الكواكب والمعنى واحد ثم قال وحفظا من كل شيطان الماد أي هذه النجوم التي جعلها الله في السماء هي زينة ولها وظيفة أخرى وهي أن الله سبحانه وتعالى جعلها يسلطها على هذه الشياطين التي تحاول أن تسترق السمع من السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشياطين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لها مقاعد في السماء فيسمعون الملأ الأعلى الملائكة يسمعون أي خبر من الملائكة من أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر به الملائكة لكي يفعلوه في الأرض فيسرقها الشياطين واحد يبلغ الثاني حتى تصل للكاهن فالكاهن يزيد عليها تسعة وتسعين كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيصدق في بعض الأشياء وتكون فتنة لكن لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب لا يوجد أي شيطان يستطيع أن يسترق السمع ولذلك جاء الشياطين إلى شيخهم أبليس وقالوا صار عندنا مشكلة الآن ما عاد نستطيع نتصل مع السماء في مشكلة كلما حاول أحد جاءه شهاب ذاقب من هذه النجوم يقتله فقال أبليس أكيد فيه شيء جديد وأرسل أرسل مجموعة من الشباب الشياطين الشباب طبعا لكي ينظرون ما الذي تغير في العالم ما هذه الشهب التي تصيب هؤلاء الشياطين أيها فلما ذهب أحد هؤلاء الشياطين وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان في مكة فرجع وأخبر أبليس قال بعث محمد جل عليه الصلاة والسلام ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال وإنا سمعنا قرآنا عجبا ثم قال وأنّا كنا نقعد منها مقاعد للسمع كان عندنا أماكن خاصة للرصد رصد فلكي وأنّا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا خلاص انتهى الموضوع ولذلك خلاص أغلقت السماوات على هؤلاء الشياطين لا ينفذون إلى شيء ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى يقول وحفظا أي هذه النجوم حفظا للسماء من كل شيطان مارد والمارد يعني المتمرد شديد التمرد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى خلاص ما عدوا يستطيعون يسرقون الأخبار ويقذفون من كل جانب وإن نجى من شهاب أصابه الآخر دحورا يعني مدحورين هؤلاء الشياطين ولهم عذاب واصب واصب يعني دائم متصل إلا من خطف الخطفة يقول بعض الشياطين بالرغم من كل هذه الحراسة أحيانا يخطف خبر إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأيضا لا يستطيع أن يفر من هذا الحفظ الذي جعله الله على هذه السماوات هذا هو المقطع الأول من سورة الصفة ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي بعدها فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا تعالي يا محمد عليه الصلاة والسلام اسأل هؤلاء المشركين هل هم أقوى من هذه الشياطين التي منعناها من السماء ما هم قريش ومش عندهم من إمكانيات حتى يحاربون الله ويناوئونه فيقول فاستفتهم يعني يسألهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يعني يقول أنت البشر أنت الإنسان المكذب المادد تراك ولا شيء لا تقارن نفسك لا بالشياطين ولا بالملائكة ولا حتى بالحيوانات الضخمة تراك ولا شيء أنت أضعفها كلها لو لا أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل وسخر له هذه المخلوقات لما استطاع أن يذللها لنفسه فيقول الله سبحانه وتعالى أهم أشد خلقا يعني هؤلاء المكذبون من الكفة أم من خلقنا من أمثال هذه الشياطين والملائكة إنا خلقناهم من طين لازب يعني الله سبحانه وتعالى خلق البشر أو خلق أصلهم وهو آدم عليه الصلاة والسلام ما هو أبونا من طين لازب لازب يعني إيش يعني طين جيد لازب يعني يلتصق بشكل شديد يعني لازب هذا هو معنى لازب يعني يلتصق بشكل جيد وهذا الطين الجيد هو الذي يتماسك متماسك يعني بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون يعني هؤلاء المشركون يسخرون ويستهزئون وأنت يا محمد عجبت من صنيعهم ومن سخريتهم بالرغم من كل هذه الآيات فهذه القراءة بل عجبت ويسخرون يعني بفتح التاء يعني بل عجبت يا محمد من صنيعهم وهم يسخرون ويستهزئون وإذا ذكروا بأي نوع من أنواع التذكير لا يذكرون وإذا رأوا آية من الآيات التي ذكرناها لهم يستسخرون ما هم بس يسخرون فقط يسخرون ويحرضون الآخرين على السخرية وفي قراءة أخرى وهي قراءة صحيحة بل عجبت ويسخرون نعم وهذا فيه إثبات لصفة العجب من الله سبحانه وتعالى أو العجب نعم عفوا العجب نعم العجب من الله سبحانه وتعالى وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين نرجع مرة أخرى إلى تهمة من تهمهم التي يتهمون بها النبي صلى الله عليه وسلم يتهمونه بأنه ساحر وأن هذا القرآن الذي جاء به سحر قالوا إن هذا إلا سحر مبين ثم يقولون وينكرون البعث كما قال العاص بن وائل في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وهذه معضلة عند المشركين والمكذبين وحتى الملحدين اليوم ما تدخل الدماغ كيف يبعث الله هذه الجثة المتحللة طيب رمينا واحد في البحر أكلت السبع كيف يبعثها الله ولذلك يذكرون ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من المتقدمين قال لأبنائه بعد موته إذا مت فأحرقوني ثم نعم ثم يعني ثم خذوا يعني عظامي وبقايا جسمي فاسحقوها وذروه ثم ذروا نصف منها في البحر ونصف منها في الجو أو في البر في يوم ريح أو في يوم ذي ريح يقول رسول صلى الله عليه وسلم قال فجاء به الله يوم القيامة فأعاده فقال ما حملك على ما صنعت فقال حملني عليه يا ربي خوفي منك وحيائي منك فغفر الله له فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجمع الناس ويبعثهم تقول لي ما تدخل المخ تقول لي تأتيني بأفكار أحيانا هذه أمور غيبية لكن قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو الذي خلقك من عدم وخلق آدم من تراب فهو قادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم بعد موتهم ثم يقول الله سبحانه وتعالى أوى آباؤنا الأولون أي وكذلك آباؤنا سوف يبعثون قل نعم يعني قل يا محمد نعم ولاحظوا هنا هذا أسلوب يسمونه أسلوب التلقين في القرآن الكريم قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا وهنا أيضا يعلمه كيف يجيب عليهم فيقول قل نعم سوف تبعثون ويبعث آباؤكم قل نعم وأنتم داخرون داخرون يعني ذليلون ذليلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون يعني إنما هي زجرة واحدة اللي هي نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون ويستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات أيضا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يعني بأرض المحشر ثم يقول الله سبحانه وتعالى وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هذا يوم الدين الآن ظهرت لهم الحقيقة الآن وهي البعث بعد الموت وعرفوا الآن أن فيه يوم اسمه يوم الدين والمقصود بيوم الدين أيها الإخوة هو يوم الجزاء والحساب وقالوا يَا وَيْلَنَا يدعون على أنفسهم بالويل والثبور هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وليس هناك أقسى أيها الإخوة من أن ترى مثل هذا المشهد الذي كنت تكذب به طيلة حياتك ثم تفاجأ فإذا بك تعيش هذا المشهد تكذب طول عمرك بالنار وتستسخر من الأنبياء ثم تأتي فإذا بها أمام عينيك هذه النار ما عاد فيه مجال للاعتذار ولا عاد فيه مجال أنك ترجع إلى الدنيا أبدا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون توبة آخر مرة ما فيه كلام هذا النذر كثيرة والرسل كثيرة والقرآن يعني خلاص وصلتك بما فيه الكفاية فإذا وصلت لهذه المرحلة قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا خلاص لذلك لا بد أي والإخوة من المسارعة دائما الأعمال الخير المسارعة إلى الصلاة والمسارعة إلى الصيام والمسارعة إلى الصدقة وإلى الصلاة وإلى الحج لا تؤخر أعمال البر فإنك لا تدري متى تموت لو كان عند الإنسان من عهد أي والإخوة أنه لن يموت إلا إذا تجاوز مثلا عشرين سنة أو كذا فإن الأمر يهون لكن ليس هناك ضمانة لأحد وبالتالي فلا بد من المسارعة والمبادرة سارعوا سارعوا والرسول يقول بادروا بالأعمال وهكذا هذا يوم الفصل الذي كنتم بي تكذبون ولاحظوا أن الله يسميه يوم الدين ويسميه يوم الفصل يوم الدين الدين هو الجزاء والحساب لأن فيه نعم فيه حقوق تأخذها حقوق تعطى يوم القيامة حتى يقتص للشاة القرناء للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فما بالك بما هو فوق ذلك وسماه الله سبحانه وتعالى يوم الفصل أيضا لأن الله يفصل بين الخلائق فيفصل بين أهل النار وبين أهل الجنة ويدخل هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات العظيمة احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون في قوله سبحانه وتعالى هنا أحشر الذين ظلموا وأزواجهم أي وأشباههم ونضراءهم يعني أحشر الكافرين مع بعضهم ليس المقصود أحشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني زوجاتهم لأنه قد يكون الإنسان ظالم كافر وزوجته مؤمنة أو قد تكون الزوجة كافرة وزوجها مؤمن فالزوجية هنا ليس المقصود بها الزوجية يعني بين الرجل والمرأة وإنما المقصود الزوجية هنا الشبه أحشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون فالخطاب هنا ينتقل السياق من الخبر إلى خطاب الله سبحانه وتعالى الموجه للملائكة الموكلين بالتنفيذ في موقف الحشر فالله يقول للملائكة أحشروا الذين ظلموا يعني يجمعوهم لأن الحشر في اللغة هو الجمع نعم الحشر في اللغة هو الجمع وسمي يوم القيامة يوم الحشر لأن يجتمعون فيه وذكر الله سبحانه وتعالى سورة الحشر تعرفون سورة الحشر قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر طيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحي اهدوهم يعني دلوهم والهداية في اللغة الدلالة والإرشاد وغلب استخدامه الهداية في الدلالة إلى الخير الهداية غلب في القرآن وفي السنة وفي الكلام العرب استخدامها في الخير ولكنها قد تستخدم في الشر كما في هذه الآية من باب السخرية والاستهزاء بهم ما هو يقول الله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون لأن الجزاء من جنس العمل تعالوا أنتم لتستهزئون وتسخرون كل ما جاءكم النبي ورسول ذق إنك أنت العزيز الكريم استهزئ به يلا الله اشرب هذا اللي كان يتكبر على أوامر الله يشرب الغسلين في جهنم وكذلك هؤلاء يقول الله لملائكته اهدوهم إلى الجحيم دلوهم دلوهم ورهم الطريق من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون يعني أولا تذكرون الآية التي في سورة ياسين وامتازوا اليوم أيها المجرمون ليس كذلك وامتازوا اليوم أيها المجرمون أصبحوا الآن واضح إنهم متميزين في موقف الحشر ثم يقول الله لملائكته الموكلة بسوقهم إلى جهنم لأنه قال في الآية في أول السورة فالزاجرات زجرة صح فيدخلون فيهم الملائكة الذين يزجرون الكافرين في موقف الحشر أيضا فيقول الله اهدوهم إلى صراط الجحيم ودلوهم على طريق الجحيم لكن قبل ذلك لازم حاسبة الحساب فيقول وقفوهم إنهم مسؤولون في هسلة ستوجه إليهم قبل أن يؤمر بهم إلى الجحيم ما هي هذه الأسئلة؟ قال الله سبحانه وتعالى ما لكم لا تناصرون وين نصرت بعضكم لبعض؟ أين دفاع بعضكم عن بعض؟ أين؟ أين دفاع الأصنام عن من عبدها؟ أين دفاع الذين عبدوها عن آلهتهم؟ خلاص ولذلك لا يوجد جواب الله ما ذكر جواب قال ما لكم لا تناصرون؟ ما في جواب تماما كما يقول الله سبحانه وتعالى في سؤاله لمن الملك اليوم؟ ما في جواب لمن الملك اليوم؟ ما في جواب خلاص فالله يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهر فكذلك هنا ما لكم لا تناصرون؟ ثم يصور الله الحال فيقول بل هم اليوم مستسلمون خلاص الاستسلام رفعوا الراية البيضاء بس بعدش في موقف الحشر ولذلك هذا أيها الأخوة التنبيه لنا جميعا نحن لا نتحدث عن كفار مشرك القريش ونتحدث عن واقعنا وعن أنفسنا اليوم القرآن لنا جميعا المسارعة أيها الأخوة إلى الخير الاستجابة لأوامر الله هذا هو علامة من علامات إيمان الإنسان استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نحن عندما نجلس في مثل هذا المجالس في التفسير لم نأتي لكي نتعلم مفردات لغوية فقط أو بعضا نحن نأتي لكي نعمل ونتعلم أسلوب الحياة الصحيح والرسول صلى الله عليه وسلم كان يترقب الصحابة هذا القرآن الذي نقرأه الآن يترقبون ويدورون التدوير حتى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر الصحابة ينتظرون إذا التفت الرسول بعد صلاة الفجر أكيد فيه وحي جديد فيه قرآن جديد ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر وعمر إلى أحدى نساء المسلمين من الصحابيات رضي الله عنهم تبكي وكانت كبيرة في السن فوجدوها تبكي بكاء الجزعة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يعني اتقي الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى ما هو خير فقالت والله أنا لا أبكي لأني أظن أن ما عندنا خير للرسول مما عند ربه هذا أنا متأكد أن ما عند الله خير الله ولكنني أبكي لانقطاع الوحي خلاص ما عاد في وحي الله تخيلوا أنهم كل يوم يترقبون سورة يترقبون الآيات يترقبون هذا من أعظم النعم ثم انقطع قالت ولكنني أبكي لانقطاع الوحي فهنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون ثم يذكر الله أيضا موقف هؤلاء في موقف الحشر هؤلاء المكذبين يسولهم مع بعض ويتساءلون فيقول بعضهم لبعض وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يصبح الخلاف الآن بين الكفار مع بعضهم بعضهم يقول أنتم السبب في كفرنا المستضعفين يقولون للذين استكبروا أنتم السبب ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأظلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبير خلاص ما عادي مفعل انتهى الموضوع يجيك الشيطان يوم القيامة يخطب خطبة وقال مرت معكم في سورة إبراهي وقال الشيطان لما قضي الأمر خلاص يوم القيامة ما عاد فيه لا شيطان ولا شيطان خلاص انتهى الموضوع وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وش أسوي بكم أنا مجرد أوسوس لكم بشكل بسيط تستجيبون لي خلاص أنا أجبرتكم أنا أجبرتكم أنا إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم يعني منقذكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب نليل شف صحي ضميره بعد خلاص ما انتهت المشاهد هذه كلها فالله سبحانه وتعالى يقول أنهم يتجادلون فيما بينهم قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون بالله يشوفوا يا أخواني نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذا الموقف وأن يكفينا شر جهنم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة أنظر إلى هذا النزاع الشديد الآن في موقف حسرة وندامة وفوات وخذلان هذه الأصنام لم تنفع الذين عبدوها وهؤلاء الطغاة لم ينفع الذين ساروا في ركابهم ماذا سيصنع فرعون بأتباعه الذين أضلهم هذا الحوار يدور بينهم في هذا الموقف العصيب فالله يقول فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون كلهم الشيطان الذي اتبعوه الطغاة والذين اتبعوهم الأصنام والذين عبدوها كلهم حصب جهنم كما ذكر الله ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين هذه قاعدة كل من يفعل هذا الفعل ويكفر بالله ويظل عن سبيل الله فإنه سوف يلقى هذا الجزاء إنا كذلك نفعل بالمجرمين وهذه هناك فائدة مهمة لكم أيها الأخوة وهي أن الله سبحانه وتعالى يعلق الأحكام في القرآن الكريم بالأوصاف فيقول هنا إنا كذلك نفعل بالمجرمين لماذا يا رب بسبب إجرامهم إنا كذلك نفعل بالمجرمين يعني نعذبهم وندخلهم العذاب بسبب إجرامهم فيكون قدر عذابهم على قدر إجرامهم كما يقول في سورة مثل الانفطار إن الأبرار لفي نعيم لماذا بسبب برهم وإن الفجار لفي جحيم بسبب فجورهم فبقدر بر البار يدخل يكون له من النعيم وبقدر فجور الفاجر يكون له من الجحيم ولذب الله ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون باقي سبع دقائق حسب الساعة اللي يعني صح قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون كفر الاستكبار أيها الإخوة يستكبرون على التوحيد وعلى الألوهية ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يعني جمعوا لها الصفتين الآن شاعر ومجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين وهذا من دفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين يعني إنه عليه الصلاة والسلام ما جاءكم إلا بمثل ما جاءكم به الأنبياء السابقون يدعونكم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فهو جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقوا العذاب الأليم هذه الآيات أيها الإخوة وهذا المقطع الذي تحدثنا عنه فيه فوائد من هذه الفوائد أن عندما يقولون إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين وما معناها قال المفسرون بعضهم يقول أنكم دائما كنتم تأتوننا في طرق الخير فتصدون عنها أما طرق الشر فهي أصلا توافق ما تريدون منا فتتركوننا فدائما تأتوننا عن اليمين الإشارة إلى أن عمل البر والخير والحسنات والجنة كلها يعني يكنى عنها باليمين وهذا من لغة العرب أنهم دائما يقولون يعني يعبرون باليمين عن أعمال البر والخير كما قال الشاعر إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين يعني أخذها بيمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمنى في شأنه كله من أفعال الخير فهذه كناية إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني كنتم تأتون وتقفون على طرق الخير التي نسلكها فتصدوننا عنها ومن المفسرين يقول كنتم تأتوننا عن اليمين مما يجعلنا نظن أنكم لنا من الناصحين فنطيعكم فوقعنا في ما وقعنا فيه ولذلك يعني من الفوائد يمكن أن نقول أن اليمين أشرف العضوين في الإنسان وقد ثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم يمينه في كل أعمال البر إذا دخل المسجد وإلى آخره أيضا أن من فوائد هذه الآيات أن مهمة الداعية هي تبليغ الدعوة البلاغ المبين وعرضوا كلمة التوحيد على الناس ويدلل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض كلمة التوحيد حتى على عم يعني عم أبو طالب في موقف الموت ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمي كلمة أحاجج بها دونك قل أشهد أن لا إله إلا الله مما يدلك على أن أهم شيء ممكن أن يقولها الإنسان وهذا الحديث البخاري أيضا من فوائد هذه الآية وأن كل إنسان مسؤول عن عمله ولا تزر وازرة وزر أخرى والمسؤولية الفردية ولذلك الله سبحانه وتعالى أقام الحجة هنا على كل فرد ويأتي يوم القيامة فيسأله كل واحد يسأل بمفرده وقفوهم إنهم مسؤولون وأيضا من فوائد هذه الآيات أن كلمة التوحيد هي الكلمة التي نادت بها كل الرسالات كلمة التوحيد ولذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام كلهم من آدم إلى محمد كلهم يدعون إلى التوحيد وهذه من أهم مقاصد السورة ومن فوائد هذه الآيات أن الشرك هو أشد أنواع الظلم هذه من أبرز الفوائد التي يعني يمكن أن نستنبطها من هذه الآيات على وجه الإيجاز والاختصار نظرا لضيق الوقت الذي معنا في هذه المجالس وإلا فلو أردنا أن نفصل هذه الآيات ونتوقف مع كل التفاصيل فيها أكان الوقت الذي يتسع لها وقتا طويلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه المتدبرين له وأن لا يجعل حظنا منه ظاهره صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد على لي وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر